ممنوع من التحليق هكذا قال التحالف لطائرات اليمنية يوم أمس حيث منعها من تسيير رحلتين من عدن إحداها لجدة والأخرى للقاهرة الشركة قالت إن التحالف رفض منح تصاريح لهذه الرحلات دون إبداء أي أسباب مضطر إدارة الشركة لتسيير رحلات نقل بري من عدن إلى سيئون وإقلاع الرحلات من هناك وزير النقل صالح الجبواني كان قد قال في وقت سابق أن التحالف رفض منح تصاريح لرحلات اليمنية من الهند إلى اليمن والسؤال الذي يطرح هنا لماذا يمنع التحالف تسيير رحلات مدنية مرتبطة بمصالح آلاف المواطنين والسؤال الذي يطرح قبل هذا من الذي أوجب على الحكومة أخذ تصاريح من التحالف لرحلات مدنية على أراضيها السيادية الرياض وأبوظبي أو ما يطلق عليهما جيران اليمن يحملهما كثير من اليمنيين مسؤولية دعم الإنقلاب الذي أشعل كل هذه الحرائق في البلاد لكن المؤكدة أنهما ومنذ تدخلهما عسكريا في اليمن في العام 2015 تحت لافتة استعادة الدولة لم يفعل سوى ما هو عكس هذه اللافتة فبعد استعادة السلطة من الإنقلابيين الحوثيين في عدن وبعض المحافظات الأخرى نصبت تحالف نفسه حاكما عسكريا في هذه المدن وأقصى السلطة الشرعية من ممارسة نفوذها الطبيعي بل وصل الأمر إلى التحكم في مطارات البلد والسماح أو عدم السماح للطيران الوحيد في البلد من تسير مصالح المواطنين احتكار اليمنية لخدمة النقل الجوي في اليمن وعدم اشتغال الحكومة على إدخال منافسين تجاريين لخدمة النقل فاقم من معاناة الناس واضطرهم لدفع مبالغ خيالية وصفها البعض أنها أغلى تذاكر على مستوى العالم استمرار الوضع على ما هو عليه يأتي لمصلحة مجموعة من المسؤولين والتجار المقربين من الرئاسة على حساب شعب بأكمله ثم يأتي التحالف ليضاعف هذه المعاناة ضاربا بمصالح عشرات الآلاف من اليمنيين عرض الحائط وفي توقيت كاستقبال عيد الفطر المبارك